الحقيقة نحن يعني يمكن على مدار الحلقة دي وحلقات سبق كتير كنا دايما بنترح مع حضراتكم قصة الوضع الاقتصادي والتأثر اللي حصل نتيجة لي الحرب الروسية الأوكرانية والتدعيات اللي حصل على العالم كله نتيجة لهذه الحرب وفاتورتها الاقتصادية الكبيرة جدا من ضمن الأمور يعني لازم نتوقف مع حضراتكم قدامها النهاردة ومهم جدا نحن يكون في حالة يعني دقة وفهم حقيقي ومكشفة حقيقية بالصورة الاقتصادية في العالم ونتجتها وتبعتها على مصر مهم نقف عند مقال للكاتب الصحفي الكبير والإعلامي عماد الدين قديب النهاردة واسمحوا لي أرى لحضراتكم بعض الأجزاء من هذا المقال عشان فيها توضيح لحقائق مهمة جدا قد تكون يعني غائبة عن البعض أول نقطة مهمة جدا عايزة نقلها لحضراتكم ودي بالأرقام بقى وبشكل واضح وصريح أنه في 25 مليار دولار أماركي زادت بالليلة وضحاها بيقول طبعا الكاتب عماد الدين قديب زادت على الموازنة المصرية الطموحة بسبب ارتفاع فاتورة الطاقة ومشتقتها والحبوب والسلع التموينية الأساسية ده رقم كبير جدا بنتكلم عن 25 مليار دولار أماركي زادت علينا كده نزلت علينا من السماء طيب بيزيد كمان الكاتب عماد الدين قديب وبيتكلم عن الفاتورة اللي بتدفعها مصر كل شهر في استيراد الطاقة هي 700 مليون دولار بعد ما ارتفع سعر برميل النفط من 70 إلى 119 دولار ومش بس كده بقى كمان لا احنا قدام توقعات بارتفاعه لي أو تعدي حاجز 150 دولار لو زاد الطلب في أوروبا وزاد طلب المصانع وعادة الحياة الاقتصادية إلى يعني سابق عهدها والطلب والصناعة رجعت لي السابق طيب الأرقام دي هل الأمور دي بالساهل يعني هل احنا النهاردة في بلد زي مصر بلد يعني بينمو بيتطور وبيتقدم وعنده طموحات كتيرة في مجالات كتير مختلفة وبيحط فلوس في الصحة وبيحط فلوس في التعليم وبيحط فلوس في تطوير البنية الأساسية ومشروعات قومية وما إلى ذلك هل النهاردة لما البلد دوت بالظروف دي بالاقتصاد دوت بكل الطموحات الكبيرة دي يزيد عليه الأرقام الكبيرة قوي دي بين يوم وليلا هل دا أمر سهل هل دا أمر كده يمر مرور الكرام لا احنا النهاردة بنتكلم عن فطورة كبيرة أو بتدفعها مصر وللأسف في حرب يعني لا ناقتلها فيها ولا جمل الحرب الروسية والأوكرانية مصر ملهاش فيها أي مصلحة الزايد بقى كمان يعني الشعور بأن احنا يعني الحياة ما نستحقش الفطورة الكبيرة دي وما نستحقش التدعيات والخسارة الكبيرة دي أنه إحنا حد قبل الأزمة الروسية الأوكرانية دي كنا ماشيين زي الفل محدش أبدا يقدر يقول أنه كان فيه سوق إدارة أو سوق مثلا يعني توزيع في الموارد بالعكس إحنا كنا ماشيين كويس قوي وده مش كلامي ولا كلام أي شخص يعني عادي لأده كلام المؤسسات الدولية المؤسسات المسؤولة عن تقييم الاقتصاد تقارير صندوق النقد الدولي تقارير البنك الدولي كل دي مؤسسات الحياة ما بتجملش حد لما بتصدر تقارير بتبقى التقارير دي جاي عن دراسة وعن أرقام حقيقية وعن يعني مقاربة علمية للوضع الاقتصادي كل التقارير دي كانت بتقول أن إحنا يعني تحملنا الفيروس كورونا وتحملنا الصعوبات الكبيرة جدا وتحملنا حالة عدم الاستقرار السياسي اللي بدأت من 2011 تحملناها بشكل جيد ومش بس كده كمان إحنا حطينا أولويات مهمة جدا كان على رأس هذه الأولويات موضوع الرعاية الاجتماعية وهكمل لحضراتكم بعض الأجزاء في المقال يعني المهم اللي كتبوا الإعلامي عماد الدين أديب والحياة بيضع يده على نقاط غاية في الأهمية وتدعيات مهمة جدا كارثية في الاقتصاد العالمي وخصوصا تأثيرتها على مصر من ضمن الفقرات المهمة اللي جات في المقال دوت أنه زي ما كنت لسه بكلم حضراتكم أنه تقارير صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية خلال السنوات الثلاثة الماضية كانت كلها إيجابية كل التقارير دي كانت إيجابية بل بالعكس أشادت كمان بأسلوب الالتزام الصارم للحكومات المصرية المتعاقبة برشدة الصندوق إلى حد جعل دفعات المساعدات والقروض لا تتوقف عن إمداد الاقتصاد المصري الملتزم بالدقة بإجراءات الإصلاحات المطلوبة يعني إحنا الطلب مننا إجراءات معينة إحنا التزمنا بيها بشكل كامل كل الموعيد كل المدفوعات كل الأقصاد كل يعني الدادلاينز أو الموعيد النهائية كنا بنلتزم بيها بشكل كامل وده اللي خلى التعاون بيننا وبين هذه المؤسسات يستمر ويمتد طيلة هذه الفترات طيب أزيد بقى كمان حضراتكم من الشعر بيت كل ده بيحصل الأزمة الحاصلة في العالم دي بيحصل في ظل نظام رعاية اجتماعية وده طبعا كلام الأستاذ عماد الدين أديب نظام رعاية اجتماعية بتوفروا الدولة المصرية لأكتر من 65 مليون بطاق التموين مدعومة لغير القادرين دي بتشكل قد إيه؟ بتشكل أكتر من ربع موازنة الدولة دي كمان أرقام مهمة جدا وزي ما بقول لحضراتكم يعني كون أن الدولة حتى في مقدمة أولوياتها في مقدمة اهتماماتها حتى مسألة الرعاية الاجتماعية يعني أهم من كل شيء وحطها في مكانة متقدمة من الأولويات ده مسألة مهمة جدا وما حصلتش في دول كتير نحن النهاردة لسه كنا بنتكلم عن الوضع الاقتصادي في أمريكا وعن اضطرار الناس للتعايش مع التضخم وعن اضطرار الناس في ألمانيا وفي بريطانيا لتحمل وضع اقتصادي صعب جدا وتحمل كمان يعني ما هو أصعب أن يتم تقييد احتياجاتهم من السلع الغذائية واحتياجاتهم من المواد الغذائية بأرقام معينة يقولك ما عرفش كم إزازة زيت في اليوم أو كم إزازة زيت للأسرة وما ينفعش حد يتخطى هذه الأرقام فاحنا النهاردة بنتكلم عن وضع اقتصادي غاية في الصعوبة طيب نكمل كمان من ضمن الأرقام اللي وردت في هذا المقال المهم الحقيقة فاتورة الزيادة البالغة 25 مليار دولار يعني حوالي أكتر من تريليون جنيه مصري ده تحدي قاسي وجدي لا يتحمل التأجيل أو لا يتحمل المزاح في تلبيته الفورية في المقام الثاني يستطيع الاقتصاد المصري أن يدبر أموره حتى الربع الأخير من عام 2022 بفضل التحركات الذكية والراعية التي تمت أخيرا لكن تبدأ الضغوط والتحديات القاسية في الربع الأول من 2023 طيب يحدث هذا والضغط الشديد لتلبية هذه الأكلاث الإضافية يعني حقيقة تكلفة ما كناش مستعد لها وما كانتش في الحزبان نزلت علينا من السماء الأول فيروس كورونا وبعدين الحرب الروسية الأوكرانية اللي لا نقتلنا فيها ولا جمل في حين تلتزم الدولة منذ سنوات بعاصمة إدارية جديدة واثناشر محافظة مصرية ومشروعات زراعية وصناعية في كل المجالات لفتح أبواب الرزق كل الحاجات دي الحقيقة بتحصل بينما الدولة المصرية يعني متمسكة بالمشروعات الطموحة متمسكة بفكرة توفير فرص عمل متمسكة بالهدف القومي والمشروع القومي الكبير اللي هو علاج أفضل وتعليم أكثر جودة ومتمسكة برعاية الفئات اللي هي أكثر احتياجا طيب بيكمل كمان الأستاذ عماد دين أديب في بعض الأرقام المهمة وبيكمل في الحديث عن تكلفة الحرب الروسية الأوكرانية اللي يمكن ناس كتير مش وقدة بالها علاقتها إيه بأسعار النفط علاقتها إيه بأسعار البرميل النفط اللي عمالي يرتفع بشكل الحقيقة بشكل صعب جدا وبيضع عبء كبير جدا على ميزانيات الدول اللي هي أصلا بتحارب عشان تفصل الميزانية وتعمل حسن إدارة للموارد اللي هي محدودة وتحط هنا إيه وتحط هنا إيه وتحط هنا إيه في ظل إنه الاحتياجات كبيرة وفي ظل كمان ما ننساش حضراتكم إنه الزيادة السكانية ما زالت بتلتهم كل التنمية اللي بتحصل يعني إحنا مهما بيحصل من تنمية بتظل الزيادة السكانية أكتر بكتير من كل الجهود اللي بتقام وبتصعب علينا الشعور بقيمة هذه التنمية اللي بتحصل وبتخلي من الصعب علينا إن إحنا نحس بقيمة جودة التعليم أو جودة الصحة أو جودة الإنفاق في مجالات الحياة المختلفة كل ما يكون في زيادة سكانية كل ما شعور المصريين بهذه الجهود اللي بتحصل في قطاعات مختلفة كل ما بيكون أقل وأقل وأقل فده كمان عبء تاني بيضاف علينا إلى جانب هذه الكلفة الاقتصادية الكبيرة أو اللي احنا بنتكلم عليها في العالم كله الحقيقة طيب هنتقل معكم لآخر جزئية بقى في المقال الحقيقة وهي جزئية مهمة جدا اللي بيتكلم فيها عن فاتورة الإصلاح في البنية التحتية دي كمان حاجة من الحاجات اللي احنا على مدار الأشهر القليل الماضية كنا بنتكلم فيها بشكل مستمر الناس بتسأل أو بعض الناس بتقول طيب ليه بنعمل إصلاح في البنية التحتية طيب ليه بنعمل كباري ليه بنعمل طرق ليه بنعمل مشاريع في المجال الفلاني عايزة أقول لحضراتكم أن هذه المشروعات لولا أنها تعملت كان الوضع يبقى أسوأ بكثير جدا وضربنا مثال بسيط أوي هو موضوع مشروع الصوامع ما كانش حد يتخيل أول ما بدأنا في هذا المشروع من كم سنة أنه إحنا هيحصل حرب من بين روسيا وأوكرانيا وأنه الموارد العالمية من الأمح وأنه الإمدادات الغذاء ممكن تتأثر ما حدش كان متخيل الكلام ده ما كانش يخطر على بال حد من كم سنة ما كانش في سيرة لهذه الحرب روسيا وأوكرانية أبدا لكن التخطيط الزكي واستباق الأزمات والبدء في هذا المشروع من كم سنة الحقيقة جنبنا خطر كبير وهو أنه نكون دلوقتي في مصر زي دول كتير جدا مش لقي الأكل ده ما حصلش ليه لأنه إحنا بدأنا من كم سنة بتأمين الاحتاجات الأساسية بدأنا نفكر لقدام أسوأ شيء إن إحنا نبص تحت رجلينا أسوأ شيء إن إحنا نقول طب يعني يقول لك عايشني النهاردة وموتني بكرة أوحيني النهاردة ومش مهم بكرة يجي في إيه ده مبدأ سيء جدا في التفكير الحقيقة أنه الدولة المصرية بتعمل بمبدأ التخطيط للأزمات يعني لاستباق الأزمات ومحاولة توقع الأزمات وبتحاولنا تحط إيه أساس للقادم نتيجة لده بدأنا في مشروع الصوامع مشروع الصوامع جنبنا إن إحنا يكون عندنا مشكلة في الأمح وده مثال بسيط قوي لمسألة المشروعات القومية اللي ناس كتير بتتساءل أو بعض الناس اللي مش فهمة تقولك طب وإحنا بنصرف الفلوس دي على الكباري وعلى الطرق وعلى المشروعات ليه لا ليه عشان الوضع اللي احنا فيه دلوقتي ليه عشان ما نبقاش في وضع أسوأ من الوضع العالمي اللي الناس بتشتكي منه ده مثال بسيط جدا وقيس على ده حاجات كتير قوي المشروعات اللي بتتم فيه الإنتاج الزراعي مشروع مستقبل مصر وغيره من المشروعات يمكن بنشوف مع حضراتكم على الشاشة دلوقتي نمازج لها مشروعات مهمة جدا كمان جنبتنا السيناريو الأسوأ لتدعيات هذه الحرب الروسية الأوكرانية فالنهار ده المشروعات دي بتتكلف لكنها بتحمينا وبتقينا وبتمنع عندنا أثار سلبية كتير جدا لكن هذه المشروعات ضرورية والانفاق هنا احنا مضطرين له يعني ده انفاق مش من باب الرفاهية ولا من باب يعني المنظرة لا دي حاجة أساسية وضرورية ولولاها كنا هنبقى يعني قدام موضع أسوأ وسيناريو أسوأ بكتير فالأستاذ عماد دي يعني الحقيقة عماد قد دي بتكلم عن الفكرة دي وتكلم عن انه لابد ان يتم تدبير دلوقتي موارد ولابد من يتم الاستمرار في هذه المشروعات ولابد من استكمال هذه المسارات وعدم التوقف النهاردة عند التطور اللي احنا حققناه وما ننساش ان احنا كنا ماشيين كويس قوي وما ننساش ان احنا برنامج الإصلاح الاقتصادي كان متوقع ان هو يثمر عن معدلات نمو وما حصرتش قبل كده في تاريخ مصر لولا الازمة بتاعت روسيا واوكرانيا وسبقتها طبعا الازمة بتاعت كورونا وتعطل حركة الامداد وسلاسل الامداد وتعطل الشحن والبلبلة اللي حصلت فيه العالم كله الحقيقة فيعني فطورة الاصلاح الاقتصادي في البنية التحتية هكمل حضراتكم بقى الجزء ده لانه مهم جدا اضافة الى فطورة دعم السلع والخدمات العلمية التعليمية والصحية لـ 104 مليون مصري وده بيرجعني تاني لفكرة الزيادة السكانية ان احنا كل شوية ارقامنا بتختلف احنا النهاردة 104 مليون مصري داعب ومسئولية اكبر من قدرة اي اقتصاد في المنطقة على تحمله دي كانت بعض الاجزاء من المقالة المهم اللي حابينا نتوقف مع حضراتكم قدامه النهاردة واللي مهم ان احنا نبقى فاهمينه كلنا بشكل واضح وصريح فاهمين الوضع الاقتصادي العالمي وفاهمين احنا كمان في مصر ايه هو التحدي بالزبط وايه هي الطموحات اللي احنا يعني مستمرين فيها وتبعات الوضع الكبير الصورة الاشمل والاعام علينا احنا في مصر هنا ايه على ان احنا نكون كلنا متكاتفين في مواجهة هذه الازمة ونحاول ان احنا ان كان بشكل فردي او ان كان بشكل يعني جماعي كلنا نبقى فاهمين الصورة ونعمل على يعني ان شاء الله لحد ما نخرج من هذه الازمة